السلام عليكم تتبعاتي الكريمات كنت من تكونوا صحة جيدة مرحبا بكم على قناة شيوات وجمال مع فيروزا و كما تشوفوا معي اليوم سنقدم أو سنحضره طبق دجاج في الفرد اللي كي جي رائع و الديد 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 و بحال هاد الاكلت هادي كيكون عليهم اقبال في الصيف و احنا في القيزة ديال الصيف كان ملو من الملقة و المكلة ديال التنجرة مهم خليكم معي من الاول حتى الاخر بشوفوا طريقة تحضير و المقادر المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد دجاج في الفرن و كيما كتشوفوا غزلاتي غادي نحتاجو واحد لفروج كل واحد و غادي ياخد القياس اللي غادي يقدو على حساب عدد افراد الاسراء العائلة هاد الفروج المغسل مزيان و كل واحده الطريقة اللي يلغسل دياله تفروج بكل واحد كيما قلت لكم كان اللي يغسله ب سكجبر والخل والماكن اللي اللي بالليمون والسكنجبر مهم كل واحده الطرق دياله المهم هو يكون مغسول مزيان 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 و غادي نحتاجو بطاطا كل واحد عاودوا القياس دياله هنا اخذينا خمسة بطاطات مغسولين و مقشرين على هاد الشكل كيما لديهم طريق مصير كبيرة و ا ukpes ل顯ع checking اخذي بطاطة مستجبر حاشي اخذي الان يحتاج لطرق معلقة كبيرة في مغسولة و قو في مغسولة الان ي Lancaster و مغسولة لطرق ملعقة كبيرة في كل من الدجاج وبتطال الملحة على حسب الرغبة زع فرار الحر وما كنستغنى وشالي كي اعطى واحد اللون واحد المطاق وكما كتشوفو عملنا هنا في قطرات من الماء باش يتلق ذاك اللوين ديالو وزيت المائدة وزيت الزيتون وانا اغزلتي اول حاجة كننخطوه بصلاة كنشلدوها بها الطريقة او كنقطعوها يعني ما كنديروها شيستيتوها كنخليوها هيدا وعلى فكرة هالطبق كيجيرا اعو الديد والديد والديد من اللي كيكون كيطيب واحد الرويحة موهم ما غادش نظر عليها كالعادة كنخلكم جربوه ارد علي ان شاء الله وكذلك المادنوس كنقطعوها على الطريقة يعني صغير صغير ايما نديرو في الماكينة وانتحنوه ولا هكا انا كيجيبني يبقى هكا الصراحة وغادي نديرو النصف ديالو في الدجاج والنفس ديالو في تشارمولة اللي غا نديرو في البصلة وبتاطا كما تقولوا علاج كنديرو تشارمولة هنا وتشارمولة هنا وهما غادي يطيبوا مع بعضهم هنا تومتا هي غادي نحكوها قلتلكم البنات ضروري ما نديرو تشارمولة في الفروج باش كيعطي واحد اللده راكيته في البلاتو ماشي في القميلة باش ما نجيش بحل المسلوق ما فيهش تشارمولة ما دخلهش كامل يعني هادا كنديرو له تشارمولة وكن ندخلوها فيهم زيان هنا ثلاثة الفروج كما قلتلكم في الدجاج فروج وثلاثة في تشارمولة اخرى ودابا غادي ناخدو هنا خدينا على فكرة نصف بصلة وحكيناها ما الطريقة بالحكاكة وغادي نضيفوها لهاد الفروج هادا وهنا خدينا راس معلقة دي القرفة وغادي نديروها في كل من تشارمولة دي البتاطا والفروج ابزار هنا ابزار مخلطة البنات بياد واسود وابياد ومعلقة كبيرة في كل عود من تشارمولة دي البتاطا وتشارمولة دي الفروج سكنجبر وضروري البنت من السكنجبر كيهتا واحد للتغزالة خصوصا في الدجاج سوى محمر سوى طايب سوى في الفران دروري ما تديرو سكنجبر هنا نخلقهم البلدي معلقة كبيرة في تشارمولة بسلو بتاطا ومعلقة في الدجاج ملحة كل واحد الرغبة ديالو كين اللي ما كتأجبوش الملحة بالسف وغادي نخدو هاد المادية للزعفرة للحر اللي عاد لنا وغادي نديرو بعض القطارات في هاد الفروج و القطارات الأخرى في تشارمولة بطاطا وبصيلة وكذلك خدينا كاز ديال الماء نقلو ديالعنبا باش نه هاد شارمولة هاد يدخل في الفروج الفروج وشوية ديال زويتها للماء ايضا في الفروج وزيت الزيتون في البصلة اولا نديرو العكس مهم نديرو شوية من هادي وشوية من هادي وغادي نخلطو هاد تشارمولة هادي في بصلة وغادي نزيدو لها البطاطا ان شاء الله نخدو هاد الفروج وكن حاولو مزيان هاد تشارمولة هادي نديروها في الفروج كامل هاي دا يعني كي يطيبو هو فيه تشارمولة ديالو لحقاش ما نزيدوش للماء في هاد البلاتو هادا اللي غادي نطيبو غادي يطيبه في هاد تشارمولة اللي فيها كاز ديال ماء العنبا وهنا غزلتي كناخد البطاطا وكنزيد على بصلة كنقطعوها على الشكل اللي بغيتو مدورة او لا تقطعوها مهم كيف ما بغيتو تاخدو القياس اللي بغيتو كيم ما قوت لكم يا بزاف يا شوية فهاد الشهوات اللي ان شاء الله غادي نوجد لكم ما كيناش قياس محدد لشي حاجة كل واحد وعدد الاسرة ديالو كنعطيكم افكار على وجبات الغداء والعشاء وانتو ما تدروا الكيمية اللي بغيتو كي ما كتشوفو هنا يا كنمزج هاد المكوين ديالبصلة وبطاطا مع بعضو باش تدخل اللي قام حتى البطاطا مزيان وتشارمولة البنات اه كتلعب دور 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 في الماداق يعني شحال ما عملنا تشارمولة هكا مزيونة غينسخة وانا كتا جميل حاجة مثلا تكون فيها لقامة بزاف ثومار بيع قصبور معدنس هاد الشي هذا يكون في جوجد حاجات مثلا انا درتو هنا رقت فيه الفروج باش الفروج ما يجيش كي بحال يمسلوق وعمل تعود في البطاطا وبصلة باش كل حاجات تاخد حقها في لقامة في الطياف كل شي كان نضر بزاف صافي كما كتش رفو واخدين البلاتو عدنا في هاد بتاطا وبصلة كن ناخده فروج كنديره في الوسط ديالب بلاتو كنشعر عليه اه مئتين وخمسين درجة ما مزروا باش في الفروج ماشي كبير بزاف اللي ما عاي تعطل في الطياب فروج مميين كيجي فتيو كيجي الديد وغادي نشعل له من تحت ومن بعد ان شاء الله من اللي طيب غا نشعل له من الفوق باش يتحمل كيما كتشوفوا هاد المياه هادي ديال اه ديال اللي قامة اللي عملنا في هاد دجاج كنزيده في البلاتو كنمرق بيها صافي البصلة كتعطي المادية لما كنزيدوش الماضية كيطيب الى بغيتو تغطيوه من الفوق بالبابي اليمنيو كتغطيوه ما بغيتوش ما كتغطيواش وغادي نعملو في الفرام ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو وكنتمنى كنتمنى يجبكم وتجربوا حتى انتم كيما كتشوفو جم حمار والفروج فيه تشارمولا وما كيجيش فيه داك المرقب الساف وغادي نقول لكم كنتمنى يجبكم وتجربوا ان شاء الله وكان بغيكم وكان حماق عليكم وهل اختكم عليهم وإلى كتاب وبغالله فاتصا فيها هدي رانتلاقاو في الفلوغ اشكال وانواع وخليتكم على خير وتصالى فرصكم وما تنسوش تشاركوا في القناة الى كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة شيوات وجمعا مع فيروزا وبي باي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم